الطريق إلى المحكمة مرهق بالنسبة إلى تشاندوندار رئيس تحرير جريدة جمهورية كثيرون حضروا إلى هنا لدعمه ولا يتفهمون أنه سيواجه هو وزميله إغدمنغول عقوبة السجن لكن رئيس التحرير يبدي عدم استسلامه قبل بدء المحاكمة نحن نعلم أننا على حق ومتمسكون بتقريرنا ونعتقد أن المذنبين الحقيقيين هم من يجب أن يمثلوا هنا سندافع عن براءتنا وسنقول إنه لا يجوز انتزاع حق الإنسان في الحصول على المعلومة وهو يتحدث مثلا عن معلومات كالتي نشرتها صحيفته عن شحنات أسلحة أرسلت من تركيا إلى متمردين إسلاميين في سوريا ويعد هذا التقرير بالنسبة لإردوغان عملا تجسسيا وسعيا لقلب نظام الحكم ولذا قدم إردوغان شخصيا بلاغا ضدهما وقد تم سجن الصحفيين لمدة ثلاثة أشهر على ذمة التحقيق أما الآن فقد أطلق صرحهما ولكن في حال إدانتهما من الممكن أن يحكم عليهم بالسجن المؤبت في ذل وجود صراعات على حقوق أساسية في هذا البلد يجب أن نقول للمحكمة إن العمل الصحفي ليس جريم وسوف نستمر في عملنا ووسط احتياطات أمنية مكثفة أمام مبنى المحكمة تتم المحاكمة في جلسات مغلقة